تحذر منظمات إغاثية وحقوقية من كارثة إنسانية في حال فشل مجلس الأمن الثلاثاء في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا والتي تشكل شريان حياة لملايين السكان في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في شمال غرب البلد ودخلت آخر قافلة مساعدات الأحد من مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى شمال إدلب عبر خطوط التماسي بين الجانبين وسمح مجلس الأمن الدولي عام 2014 بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية لكنهما لبث أن قلصها بضغوط من موسكو وبكين لتقتصر على معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا وينتهي غدا الثلاثاء تفويض الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر باب الهوى بعد تمديده في العشر من تموز يوليو لمدة ستة أشهر بدلا من عام كامل وتستبق كبرى المنظمات الإنسانية موعد التصويت في كل مرة بالضغط من أجل تمديد التفويض فيما تضغط روسيا لاختصار مساعدات الأمم المتحدة على تلك الآتية من مناطق سيطرة الحكومة السورية ويؤمن معبر باب الهوى أكثر من 80% من احتياجات السكان وفق الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر